بيها جامع عقبة بن نافع بالقيروان هو يسمى أيضا بجامع القيروان الكبير هو على بعد 156 كم من العاصمة تونس بنى عقبة بن نافع المسجد حوالي عام 50 هجرية أو بالقرن السابع الميلادي وذلك كان بالتزامن مع إعادة بناء المدينة وعقبة بن نافع هو أحد أبرز قادة الفتح الإسلامي اللي فتحه بلاد المغرب بصدر الإسلام كما لقب أيضا بفاتح إفريقيا بعام 105 هجرية أي بالقرن الثامن الميلادي أمر الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بتوسيع المسجد المتواضع الموجود آنذاك كما بدأ ببناء مأدنته ثم بدأت التوسعة مع الخليفة العباس الثاني المنصور عام 155 هجرية أو بالقرن الثامن الميلادي وكان البناء تأثرا بالتراز البناء اللي جامع سمراء الكبير بسمراء الهراق لاحقا شكل المزيد من التوسعة والإصلاح والتكورات هندسته المعماري النهائي وذلك عام 252 هجرية أو بالقرن التاسع الميلادي ولكن استمر البناء فيه مع تعديلات طفيفة نسبيا وظلت حتى القرن الثالث عشر الميلادي استخدم البناء الأصلي أعمدي رومانية اللي كانت وما زالت متجانسة مع الطراز الإسلامي للبناء وكانها أول استعمال للأقواص على شكل حذبة حصان في بناء هذا المسجد تكونت القبة الحجرية من 24 ضلع يحتوي كل منها على حافة صغيرة بقاعدتها لذا تبدو القبة من القارج على شكل الشمام ذات النوعية المضلعة وذلك طبعا وفق ملاحظات المؤرخ المعماري كريزويل كما عكست الأبواب الخشبية الخارجية المنقوشة استخدام الزخارف النباتية والهندسية حيث كان الخشب المستخدم فيها من خشب الساج وهو مستورد من الهند تألف جانب المنبر الأقبر للمحراب من أعمال شبكية منحوطة بشكل متقن وأيضا بزخارف نباتية وهندسية تذكر بتلك المستخدمة بالعمارة البيزنطية والأموية وحول المحراب بلاط لعمع من العراق تميز بأنماط نباتية منمنمة مثل الأمثلة الإسلامية البيزنطية الشرقية وكان الجزء السفلي منه مزين بألوان رخمية جلبت من المنطقة السورية وهي مخرمة بزخارف هندسية وزخارف نباتية على شكل دالية تم استخدام الزخارف هذا الزخارف بالطلاق والنقش على البلاط والحجار الرخمية للمنبر بشكل مفرد مما جعله فريدا من نوعه الصفحات اللي شايفينا من القرآن موجودة أصلا بمكتبة المسجد هي معروضة حاليا بمتحف رقادة الوطني الفنون الإسلامية بتونس ويعود تاريخها إلى القرن الرابع الهجري أو العاشر الميلادي ويحتوي على صور بالخط الكوفي مكتوبي بالذهب على ورق القي مصبوغ باللون النيلي وصفحات هذا القرآن هي لصورة البقرة الآيات 197-201 بمثل جامع القيروان الوجه المتألق للعمارة القيروانية اللي ظلت من أبرز روافد العمارة المغربية والأندلسية عبر التاريخ وأصبح جامع عقبة بالنافع النموذج السائد والمثال اللي بيحتذى فيه بالجوامع المغربية عامة والتونسية خاصة مرة القادمة لح نحكي عن قصر الخليفة بسمراء والجامع الكبير أيضا بسمراء ترجمة نانسي قنقر